السلام عليكم لبنات ومرحبا بكم جديد معايا ان شاء الله ياربي قاعركم غاية وعيتوا بخير وعلى خير ان شاء الله ياربي عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير ايضا البنات اليوم حبيت نشارك معاكم لحم مشوي في الطاجين لي يغنيني كل الغينا على الفحم وعلى الدخان وكي ما قلت لكم في الفيديو السابق من ديرش الفحم اطلاقا بما انه يعني كوا عارفين الفحم يبغي لهوا ويبغي حوش يكون هكا ويا سعوقة باش هذك الدخان يخرج على وغا انا في اغلب الاوقات نشوي يا في الكوشة يا في الطاجين وهذي طريقتي في الشواء طاجين درتها لهم اليوم كي ما كنت شوفو تحكمو احكمت اللحم ملفاخد قطحتها هكذا مورسويات صغر مدلو خليته بيه بشحمة تاعه قطحتها مورسويات صغر مدلو بيكم كل ما تصغروا المورسو كل ما يجيكم خير وخير ويجيكم طايب مداخل اذا البنات مدلو لها لا ملح لا والو لانه قد يدلو لها تتبيه لها ما شاء الله هي اللي تعطيه البنا هي اللي تعطيه الذوق وثانيك الملح كي تديرو في البداية يحتل يديرو غير الشواء غير الملح ما تدروش الملح في البداية خطر الملح قد يخليه لنا الحمد تاعنا يخرج قاع العصارة تاعه ومبعد يجينايا بسه يجينايا تكسل كي ما شتوفو في الطاجين تاع الخبيز طاجين عادي اي طاجين يكون عندك ولا مقالة ثانية قديمة درت فيها شوية شحم نسطف الحمد تاعي كما كنت شوفو به الشحمة اللي كانت لاسقا فيه هي اللي تعطيه الطراوة هذيك ما تقلعوش الشحمة تاعي هي اللي تساعده بشي جيناه اطري انسطفها هكذا ونخليها بلا ملح بلا ولو نار ناقصة ونخليها طيب على مهله في البداية متزيدو لهش للنار حتى مبعد ما يطيب انزيدو لهلى النار بشي نشوها ويحمر هنا غادي نجي نحضر التسبيله هنا في الطاستة الميكسر غادي ندير خمسة فصوص تحتهم بصرح الفصوص تاوي كانوا صغار تقدروا ديرو لكانتهم تحتهم كبير ربعة عفصوص يكفوكم قطعتهم هكذا نزيد عليهم الخل هذي التسبيله يعني رائعة رائعة موالف نزيد معه دبس الرومان كيكون عندي وهذا المرة مكانش عندي درت كيما شدتو الثوم حار خمسة فصوص صغار تحتهم زيت عليهم كم ياملي حتى الخل كيما كتشوفو قيس خمس ملاعق ولا هكذا الخل يعطينا طراوة هالا للحم بتاعنا وكذلك بنا هو يحتبر يعني متابل للحم زيت عليهم نصف مغرف تاع ماكل حسل ونصف مغرف تاع ماكل مارغارين إذا الخل قيس خمسة مغارف ولا هستة خمسة فصوص تحتهم نصف مغرف تاع مارغارين نصف مغرف تاع حسل نصف مغرف تاع هريصة وملعقة مع مرام ليحت على موتا هذي هي تتبيله نزيد عليها التوابل وشوية زعيترة إذا توفر إذا بالنسبة للتوابل ما نكثرش نضيف فلفل أسود نزيد عليه شوية تاع الملح الملح ما تكثروش لاني لانه لا مطعب ملحة مان الخل يعطينا واحد للقروسية للحم نزيد فلفلة حمرة تعطينا لون شبابل تتبيله تاعنا مغرف صغيرة تحت توابل ونزيد زعيترة تتبيله يعني ساهلة مهنة كيما قلت لكم اللي عندها السوس السوية تزيدها ولي عندها دبس الرومان تاني تزيده لهذه التتبيله يعطوها واحد لبنة روعة روعة للحم التعامة إذا هكذا البنات نخلطوها مليح مليح نوسيكم بركمة كترش الملح ديروا ملعقة صغيرة ولا أقل ونجي نميكسيهم بهذه الطريقة هكذا بينما يكون الحم التاعي طاب تقريبا شبه الطاب النار كانت كيما قلت لكم ناقصة وخليتها يطيب على مهلا كيما كنت شوفوا ما خفش بزاف عصارة غادي يعفين ديروا له هاد لاصوس غادي يخرج قاع العصارة تاعه لو قلت لكم في البداية ما تديروا لهش الملح قبل ما يطيب يخرج قاع هادا كلمة ويطيب يبس اما نظرك ما نحيروش فيه إذا خرجوا العصارة تاعه لخطر سيبون لحم التاعي رها طايب ديروا لاصوس غادي شوية ما تديروا هشقع على ضربة إلا إذا كنتم كثيرين لحم يعني اللاصوس تبقى على حسب ولا تتبيله على حسب الحم التاحكم انا يعني كنت شوفوا قليل در تغيب شوية قعد تنزيد مدرس هشقع على ضربة بش ما يجينيش مالح بزاف ولا قاطع بزاف هنا بعد ما ندير للتتبيلة تاعي نزيد للنار هنا نقوي النار على أعلى درجة ونخليها تشرب قيع هذيك العصارة تاحا وتشرب قيع هذيك اللحم يتشرب قيع هذيك التتبيلة حتى ينشوف مليح مليح ويحمر هكذا نخلطها مليح تيحمر ويشرب كامل هذيك التتبيلة تاعه إذا البنات هنان هني مجدى شوية خضر طماطم وبصل وفلفل حار قد تحتهم هكذا كارويات مكعبات غير نقلع من اللحم التاعي مالطاجين نديرهم يتشوى وفي هذيك التاجين في هذيك الليدام اللي يبقى لفولة نقص للنار وهاكي ما كنت شوفوا اللحم شركة من هذيك العصارة تاعه والطاجين نشوف قا تغيل شوية تعلي دام نجيب هذيك الخضر نزيد عليها شوية تطيرو اي خضر تبغوها تقدرو تفوروها ثانيك بها الطريقة جيب الزيف بنينة الخضراء كي تصوتي بها في الطاجين اللي شويتو فيه اللحم جيب الزيف بنينة هكذا تعليها شوية تعلي ملح كي ماشته ونبقى نشوفيها بلا من نضيبها بزافة نحاقين صوتها غير شوية ونخليها شغل ندخلها غير شوية ندبلها كي ما قولو حنا ويدخلها هذيك النقهة تعش شوية لحي في الطاجين نقدمها إذا البنات هنا يا طاجين شوية تعيره واجد بعد ما طاب جاب بزاف بنين وستكوني واحدة البناء الشابة بزاف سيختولة كان كانت عندكم كي ما قلتكم دبس الرومان ولا سوس الصوية وكي تقدرو دلو كي ما ذا السانة بلا بيهم يعني جاب بزاف شباب وبنين بل بزاف البنات اللي ولادهم ما يبغوش الحار تقلعوا الهريصة ولاد يوغي على راس المغرف انتو ما تعرفوا يعني ولي يبغوا ولادهم الحرور فاني كنتي تتحكمي فيه تكتري ولا تنقصي على الكمية ليدرتها أنا وقدمتها مع هذيك الخضر المشوية وهذا هو الطبقة تعيجة بزاف بنين بخيزون طابل مغذي يعني ما شاء الله والبناء روعة روعة يا البنات يعني نتمنى تجربوا على طريقتي ويعجبكم وتدعو لي وفي الأخير هذا كان الفيديو تعلي ومشاء الله يا ربي يعجبكم ما تنسوناش بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اللي بناتي دخلتوا جديد القناة مرحبا بكم غالياتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم استودعكم الرحمن الذي لا تضيعوا ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته